مرحبا جميعا يعطيكوا العافية من أهم التوبيكس بمواضيع الفرماكولوجي هو الهايبرتنشن وكثير من نسأل عن هذا التوبيك بصراحة الفرماكولوجي هو الهايبرتنشن من أكبر التوبيكس ومن أصعب المواضيع لأننا لدينا الكثير من المواضيع ومشاركات ومشاركات إن شاء الله رح نعمل اليوم البارت ون البارت ون رح نركز على موضوع البارت فيسيولوجي على موضوع الفيسيولوجي على موضوع الكلاسز رح نحاول نعمل سم أب للميجر فور كلاسز أو ثيرابي وإن شاء الله بالنكس فيديوز رح نخصص بكل واحد الفرماكولوجي هو الهايبرتنشن إذا بدك إيها معقدة بتتعقل إذا بدك إيها بسيطة حتكون أبسط رح نبدأ فيها كالتالي الآن نحن نورمالي الضغط الدم مستحيل يكون ثابت فيه وفيه عندنا كمان دروس هذا الإشي نورمال من أهم الميكانيزم اللي بتزيد الضغط الدم لما يكون الضغط الدم مستحيل هذا نورمالي بيصير اكتفايشن بعدين بيصير فيه دروب فيه الهايبرتنشن طبعا ما نعرفهم عندهم ضغط أكتر من 120 على أكتر من 80 طبعا ممكن يكون أكتر من هيك بحسب الأيج جروب هذا الحكيب بموضوع الكلينك الفرماسي نحكي عنه أكتر إذا أخذنا 10 people أو 10 patients with hypertension حلاقي إنه 9 من العشرة يعني about 90% عندهم الhypertension for no reason بنسمنيهم primary hypertension أو essential hypertension الواحد من عشرة اللي ضل هذا بيصير عنده secondary hypertension يعني secondary due to something else فلما نعالج something else بلك تكون hypersecretion by hormones or whatsoever بتعمل hypertension منعالج المشكلة فبرجع patient normal فإحنا هون نحكي بال90% اللي هم essential hypertension طيب طبعا نعرف إنه المنطق الطبيعي بهذه الأمور الـ goal of therapy إنه مش بس أنزل القراءات البغط لكن أنا بحكي في موضوع complications mortality, morbidity, renal dysfunction, MIs, strokes, etc هدول الـ essential hypertensive patients نلاحظ عندهم الرنين انجوتنسين اندوستيرون سيستم هو هذا السيستم لحاله اكتيفيتد هو كرونيكلي اكتيفيتد فإذا بدي أبلش أعطي ثيرابيز لازم بالأول أتطلع where to attack or where to address or what is my strategy بهذا الموضوع راح نبلش step by step إن شاء الله راح ننزل شوي عشان يكون البورد white مرة ثانية راح نحكي كالتالي أنا منبلش مثلا من الـ organs اللي إلها دخل في الhypertension عندي الهارت عندي البلد فيسلز عندي الكيدني الهارت أكيد ممكن يكون عندي increased heart rate increased contractility هنا عندي vasoconstriction والكيدني طبعا إلها دخل بالـ urine لأن الـ urine لما بزيد الـ urination بيقل الـ volume of the fluids بالتالي بنزل الضغط كل ما بتعمل re-uptake برفع الضغط والكيدني كمان بتهمناه بموضوع الرنن لأن الرنن بيبلش من عند الكيدني طيب إحنا إذا بلشنا كالتالي هلا بدي أحكي normal physiology عشان نفوت بالرأس لما نفوت بالرأس طبعا إحنا نعرف patients with essential hypertension الرأس لحاله chronically activated ما بنعرف ليش فلما بيصير عندي low blood perfusion low perfusion على الكيدني بيصير activation للرنن through كلمة سحرية beta 1 receptor بعمل activation للرنن الرنن زي ما بنعرف بعدين بعطينا الانجيو تنسينو جن الانجيو تنسين نسمي هيك GG بعدين بعطينا الانجيو تنسين 1 واللي بدوره زي ما بنعرف بعطينا الانجيو تنسين 2 هلا هذا الانجيو تنسين 2 مسؤول عن الأنجيو تنسين 2 في البلد برشر هذا النورو الفيسيولوجي لأنه صار في أنا عندي دروب في الضغط من أول فبقل السبلاي of the blood to the kidney الكدني راح تفهم انه عندي hypotension فراح تشغل الرنن الرنن هيبلش يصير active through the beta 1 receptor عشناك تتذكروا البيتا blockers ليش مهمين مش بس على الهارت كمان مع الرنن انجيو تنسين 2 إلو يعني many actions برفع لك sympathetic activity CNS بعمل vasoconstriction بزيد الالدوستيرون يعني بعمل fluid retention وبدو يعمل لك ADH anti-diuritic hormون رح يزيد فرح يمنع الـ urination رح يمنع الـ urine output رح يضلوا أنا عندي fluids accumulated طبعا القاعدة البسيطة كل ما زاد الheart rate الcontactivity كل ما زاد الvasoconstriction كل ما زاد الـ fluid re-uptake back هون إحنا منزيد الضغط طيب ليش الراس important الراس important لأنه من أهم الـ medications على هذا الراس بيشتغلوا رح نغير اللون رح ناخد اللون الأسود فأول كلاس هون رح يجي drug أو رح يجي enzyme اسمه angiotensin converting enzyme هذا الـ ace enzyme طبعا نعرفه هو بحول الـ angiotensin 1 لـ angiotensin 2 ففي كلاس من المedications اسمهم ACE نحط بالأزرق inhibitors بحول they will block the conversion of angiotensin 1 لل angiotensin 2 يعني بدأ تمنع synthesis أو production لل angiotensin 2 بالتدري رح أمنع كل الـ activity الزلي تحت فهذا كلاس مثلا اسمهم ACE inhibitors عشان الحفظ مرات بيغلبونا بس هم هدول سهلين أي ذو بيخلص ببريل كابتوبريل برندوبريل بيخلص بالإيل هذا بيكون من ACE inhibitors طيب لسه في عنا كلاس ثاني هلا القصة بتكمل مع angiotensin 2 بروح بارتبط مع angiotensin 81 receptor تبعه فأنا باجي بعطي هون يعني antagonist أو competitive antagonist اسمه angiotensin receptor blocker فهذا كلاس ثاني هو competitive antagonist لل angiotensin 2 يعني كمان مرة angiotensin 2 بروح بعمل binding أصلا مع AT1 receptor وبعمل الactions هاي sympathetic activation وال vasoconstriction وال aldosterone وال ADH فأنا راح أمنع البinding تبعه راح أعطي competitive antagonist يعني it would set to its receptor and block its actions أدوي اسمهم angiotensin two receptor blockers ARBS ARBS أو إليهم اسم تاني سارتان أنه بخلصوا بتان أو سارتان طيب هلا في عنا هاي هون كلاس في هون كمان الرنن أجو عملوا عليه دراج بعمل كمان block اسمه direct renin inhibitor ده اسمه ال screen ok هلا ملاحظة بسيطة كتير هاي الأدوية the classes بتبلش بال a فهذا بسمو a class طبعا الأدوية الhypertension هي إذا بنسميهم بشكل بسيط a b c d a هم ace inhibitors as orbs as class c rach nnzl شوي نشرح c rach nnzl rach nnzl c كتير بال smooth muscles مش ال contraction انا بحكي على muscles في الهارت اسمهم myocardium myocardial muscles و smooth muscles بال blood vessel يعني هاي هاي السموث muscle لما الكالسيوم بدخل عليها بشتغل اكتير مويسين بعمل contraction بعمل vasoconstriction وفي الهارت لما زيد calcium influx بيصير D polarization بعمل action potential بعمل contraction بزيد contractility فبرفع blood pressure فهاي ادوية بدها تمنع calcium entrance او calcium influx عشان هيك اسمهم calcium channel blockers ccbs هيشتغلوا فيه كلاس بشتغل مع blood vessels بالتالي بعمل vasodilation وفي كلاس بعمل بشتغل مع الهارت بقلل الهارت ريت بقلل contactility فإذا بدي أرجع أطلع لفوق مرة ثانية عشان نحط حرف c هون رح نرجع نسميه بالأخضر نسميه calcium channel blockers هاي هي الثرابي اللي هي most commonly used في ال pharmacology of the hypertension A B C and D A ACE inhibitors أو ARB طبعا مش قوي نمع طبعا they are not given in combination نشوف بعدين B stands for beta blockers C stands for the CCB or calcium channel blockers D and D diuretics B needs and to with them one 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 if we nons or after new screen the ACE inhibitors هل الاس inhibitors هم medications من ضمن الfirst line treatment جنبهم الARPs كمان هدولة first line treatment بالhypertension شو الاختلاف بين الاس inhibitors وبين الARPs نبدأ بس اول اشي نحكي مين المستكمون نيمز عندنا اول واحد اسمه كافتو بريل عندنا واحد مشهور اسمه رامي تريل عندنا واحد اسمه لزينو بريل وعندنا تريندو بريل طبعا هم اكتر من هيك بس هدول المستكمون الARPs عندنا بريل فيموس نيمز نغير اللون واخد لون اخضر نحكي candy سارتان كندي سارتان فال سارتان مثلا tell me سارتان هلا هدول بيشتغلوا على two sequential steps يعني two steps ورا بعض فانا بيعتبرهم بيشتغلوا بنفس ال MOA mechanism of action بفرقوا او بفرقوا شوية عن بعض فيه advantages او drawbacks واحد عن التاني طبعا فيه فكرة مشهورة كتير انه الase inhibitors بتعمل increase في ال nitric oxide concentration في ال vascular endothelium يعني بتعمل vasodilation بتعمل اشي اسمه منسمي endothelial correction لنفس الوقت بتعمل higher incidence of dry cuff يعني المريض بيكون مشي على ادوية الase inhibitors وبعض المرضى مش كل المرضى يعني بيجوز نسبة 7-10% بيصير عندهم dry cuff بصراحة هذو الase inhibitors اقدم من ال ARBs عليهم كمية studies و clinical evidence كتير مرتب نذكر فيه study اسمها ASCUD study ولو انه احنا مش بكورس بس احنا اليوم نفهم بشكل كبير ال ARBs ما في increase في ال nitric oxide وما في dry cuff يعني كأنك بتاخد نفس ال efficacy بال ARB من دون الكف بس الase inhibitor فيه evidence انه برفع ال nitric oxide كيف برفع ال nitric oxide وكيف بيعمل الكف لانه الase كإنزايم بعمل break down لبروتينز اسمهم براديكاينز براديكاينز لما انا اجي اعطي الase inhibitor انا بمنع تحطيم هذا ال براديكاينز بالتالي انا برفع ال براديكاينز هذا ال براديكاينز لما يزيد رح يرفع ال nitric oxide رح يسوي لي dry cuff هذا الهي جيد هذا الهي جيد هذا الهي جيد اوكي ال ARBs بيش احسن ال ARBs ال ARBs طلع evidence انهم احسن كالتالي لانه بحكي لك يعني ال angiotensin 2 اللي انا بدي امنعه يعقلنا بيجي من ال ACE اوكي فال angiotensin 2 بيجي برتبط مع ال angiotensin receptor 1 اوكي لما انا اعطي ARB انا بعمل complete block على ال AT1 receptor طب بش نفسها كأنك اعطيت ال ACE inhibitor يعني ما رح يمنع تكوين ال angiotensin 2 بالتالي اخذت نفسي محصلة كانوا فكروا اه بس لا طلعت انه ال angiotensin 2 ممكن يتصنع من other collateral pathways مش من ال ACE يعني ال angiotensin 2 بيجي بتصنع من other precursors فeven دول مبطاط ال ACE inhibitor انت اوكي خففت من ال angiotensin 2 بس استيل عندك بيجي بتصنع من other pathways بيجي مش تتلير مع ال AT1 receptor فال they claim او في evidence في ال ARB انه these medications can completely block the AT1 receptor receptor وبالتالي بيعطوك advantage طبعا طيب بزبط اعطيهم التنين ب combination الجواب لا ليش انه هدول تقريبا بيشتغلوا على نفس pathway او على نفس MOA القاعدة ال basic لما اعمل combinations بادوية الhypertension او القاعدة هيك انه بدهم يكونوا two drugs acting on different sides of action يعني بتعطيني CCB مع ACE inhibitor فاين على فكرة هذا combination is the best combination او ناخد ARB مع ال diuretic او ACE inhibitor مع ال diuretic او بزبط بس ACE inhibitor ARB لا او two beta blockers اكيد لا او two CCBs لا اوكي طيب حكينا على effectiveness وعلى MOA what about their side effect side effect profile هو very common بالتنين فلما نحكي عن واحد كأني بحكي عن التنين اول drawback او side effect اسمه angio edema angio edema يعني في عندي انتفاق في عندي edema around the mouth and around the eye orbitals كمان في اشي مهم بعمل mild هذه mild مش increase بشكل كبير mild hyperkalemia وكمان هم contraindicated في الpatients اللي عندهم renal failure في contraindication عليهم طيب وين بختارهم هدول من الفيرس line therapies بالhypertension one of the best agents او two of the best therapeutics that can be used كمان في شغلة قبل ما انسى احكيها ال ace inhibitors هم لو اختنا من من اي فارماسي رحت اتدرب اتطلع على ال ace inhibitor ما بتلاقي اسمه رامي بريل بتلاقي مكتوب عالبوكس رامي بريلات لانه هدولة كلهم تقريبا they are pro drugs طيب مين احسن واحد فيهم ناخد الاسوء الاسوء الكابتوبريل اقدم واحد لانه الهاف لايف is very short بدك تاخده البيشنط ياخده two or three times a day مش convenient لانه بالhypertension هاد the chronic medication should be taken every day for life طيب طيب ضل عندي هدول choices very good choices بالثرابيوتكس و بالadvanced هى ثرابيوتكس فيه evidence على هاد الرامي بريل والبرندبريل they stand on strong evidence لانه فيه كميئة studies و كميئة patients وعلى سنين كتيرة which indicates ان هدولة one of the best هدولة تيهاف is very long but they will achieve a stable blood plasma or stable blood concentration بشكل منيح وبعطيك tight control بتقول انت you are sure that your patient is controlled طبعا مش بس we are not only happy لانه بعملي decrease بالسيستوليك والدياستوليك لا كمان بحمل patient من future complications of hypertension بتصور هلا خلصنا ACE inhibitors with ARBs let's go to see the B drugs or beta blockers that's so اشتركوا في القناة